كان عنا أمل أمل كبير أنها تنجاح وسعينا على أساس بشكون فيه نجاح في الألعاب بالأخص لما احتضنها الشعب يعني المجتمع المدني الوهراني وغير الوهراني لأنه كان فيه جزائرين حاضرين من 58 ولاية كل جو باش يشجعوا الرياضيين تعنا كانت فيه مؤشرات تع نجاح أما النجاح الباهر اللي وصلنا ليه ولا واحد كان يتوقع يعني باش يكون نجاح بهذا الحجم النجاح كان متوقع ولكن مش بهذا الحجم كان تخوف سيئة الرئيس عند الرأي العام يعني احنا في الإعلام تبعنا كان تخوف كبير ليه ما يعرفش الشعب كان متخوف ليه ما يعرفش الشعب لأن قبل كان فيه عمل مع المجتمع المدني مع الجمعيات وكل تواعدوا على أساس يحتضنوا الألعاب هذي من ناحية ومن ناحية أخرى كان فيه عدد هائل من المتطوعين اللي شاركوا في يعني بدون مقابل من أجل شاركوا من أجل مشاركة يعني جاديتهم النخوة يعني من أجل بلادهم كانت بداية بداية شيء صح تفق معاك أن اليوم بالنسبة لبعض الأحداث فيه ما قبل ألعاب وما بعد الألعاب وإنصح القول أقول كذلك ما قبل العرض العسكري وما بعد العرض العسكري ترجمة نانسي قنقر